الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها صدق الله العلي العظيم نظام البلوتوث البلوتوث نوع من عنواع الاتصال عن بعد الاتصال اللاسلكي يعمل على ترددات فوق العالية ترددات المذياع الراديو مثال مبسط للبلوتوث إذا أخذت صخرة ورميتها في البحر سقوط الصخرة في البحر يحدث أثرين أثر على ظاهر البحر يحدث ترددات بصورة دائرية على سطح البحر ويحدث آثاراً داخل البحر أبعد وأكثر من الآثار التي يحدثها على سطح البحر البلوتوث يحدث ترددات لا على سطح البحر على أمواج الراديو فيوصل بهذه الترددات المعلومات إلى مسافات عادة مسافات ليست بعيدة يعني الدوائر مثل الدوائر التي تحدث على سطح البحر ولكن على أمواج الراديو هكذا أنظمة أخرى لناقل المعلومات مثل نظام الواي ماكس الواي ماكس تقريباً النظام نفس نظام البلوتوث أو أنظمة أخرى بترددات مختلفة مثل الواي فاي الواي فاي شيء آخر نظام آخر ولكن النتيجة فيما يرتبط بحديثنا نفس النتيجة يحدث دوائر على أمواج مختلفة عن أمواج البلوتوث هكذا الأنظمة الأخرى التي الآن موجودة وبدأت تتطور تطوراً كبيراً كل عمل يعمله الإنسان هو واي فاي هو بلوتوث بلوتوث خير أو بلوتوث شر كل عمل يعمله الإنسان يحدث ترددات هذه الترددات تكون أبعد من موقع العمل مثل البلوتوث مثل الواي فاي الواي فاي مركزه هنا ولكن ولكن تردداته تمتد إلى أمتار البلوتوث البلوتوث هنا مركزه ولكن ترددات هذا النظام وهذا الجهاز تكون إلى أماكن لعله إلى 20 متراً إلى 30 متراً لعله في زماننا قد تصل أمواج البلوتوث إلى أبعد من ذلك العمل الذي يعمله الإنسان هنا ولكن آثار هذا العمل تكون ضمن دوائر إلى أماكن بعيدة آثار الواي فاي هذا النظام أحياناً تكون آثار لأمتار مثل هذه الأجهزة المنزلية التي تتلقى شيئاً من الواي فاي أحياناً الدوائر والترددات تكون لكيلومترات مثل المنصات التي ينصبونها في الشوارع في غير ذلك عبر أعمدة أحياناً تكون لمئات الكيلومترات مثل الذي يبث عن طريق الأقمار الصناعية عمل الإنسان هكذا تأثير عمل الإنسان يختلف الاختلاف بسبب شيئين بسبب العمل نفسه وبسبب أطراف العمل كلما كان العمل أعظم الدوائر التي يحدثها هذا العمل يصل إلى مدى أبعد وأطراف العمل العمل كلما كان أعظم أو أطراف العمل أطراف العمل يعني ماذا يعني العامل الذي يعمل هذا العمل كلما كلما العامل أعظم عمله آثاره تكون لدوائر أبعد كلما الذي عمل له ليس فقط العامل العمل كان لمن كلما كان الذي عمل له أعظم كان تأثير هذا العمل إلى مدى أبعد ينتهي إلى هذا الحد لا العمل بخلاف الواي فاي بخلاف البلوتوث بخلاف الواي ماكس بخلاف هذه الأنظمة العمل تردداته ليست تكون ضمن دوائر مكانية فقط ضمن دوائر زمنية أيضا عملك اليوم قد يترك عملك الحسن إن شاء الله عمل ذلك الشخص السيء قد يترك آثارا حسنة أو سيئة على مر الأزمنة وأيضا كلما كان العمل أعظم أو أطراف العمل الأعظم التأثير الزمني سيكون أبعد عمل شخص عظيم قد يبقى أثره إلى بعد 20 سنة إلى بعد 50 سنة العمل العادي قد يبقى أثره أياما عمل عظيم جدا قد يبقى أثره قرونا ليس فقط سنوات اليوم يصادف ذكرى مولد السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم السيدة الجليلة كانت تعيش قبل 1250 سنة ورحلت من هذه الدنيا يبدو من جمع معلومات رحلت من هذه الدنيا في بدايات العشرينيات من عمرها الشريف ولكن آثار عملها بعد مرور أكثر من 12 قرنا على رحلتها من الدنيا آثار عملها آثار أعمالها لازلت باقيا حديثنا ليس عن السيدة الجليلة فاطمة المعصوم سلام الله عليها حديثنا عن أنفسنا الناس في موتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بعض الناس وهو يمشي على الأرض وهو يأكل وهو يتكلم وهو يعمل هو ميت وهو على الأرض ميت ليس مثل الميت ليس بمنزلة الميت لا حقيقة ميت يتنفس يتكلم عضلات ميت الله عز وجل في هذه الآية المباركة يقول ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الله عز وجل ما قال هذا الشخص كالميت ولا ومن كان ميتا هذا ميت كان أحييناه هذا الإحياء إحياء ليس إحياء جسديا هذا إحياء حقيقي كان ميتا هو بين الناس هو يعيش لكنه ميت حقيقة ميت هذا ميت بظاهر الحي حقيقة ميت بعض الناس هكذا بعض الناس يكون حيا ما دام حيا ويموت إذا مات تعلمون ماذا أقول فئة ثالثة من الناس لا هؤلاء يعيشون فترة من حياتهم بعد موتهم من الناحية الظاهرية أهل الدنيا ينظرون إلى هذا الشخص بعنوان شخص ميت لكنه حي لكنه مؤثر في الدنيا يعمل أعمالا في الدنيا وهو تحت التراب تبقى آثار عمله الناس موتى وأهل العلم أحياء الناس موتى بعض الناس من الصنف الأول هو بين الناس ولكنه ميت وبعض الناس من الصنف الثاني لكن بعض الناس لا قسم ثالث هؤلاء يبقون أحياء يعيشون حياتهم بعد الموت الظاهري هذه حياة حقيقية تأثير عمل يعمل في الدنيا السيدة المعصومة سلام الله عليها قبل أكثر من 12 قرنا رحلت من هذه الدنيا من الناحية الظاهرية لكن إلى الآن تعمل في هذه الدنيا ليست أعمال عادية كالناس الأحياء العاديين أعمال عظيمة لا فوق الأعمال العظيمة تعمل معجزات معجزات يعني ماذا يعني تعمل أعمال يعجز عنها الناس إلى الآن أنا رأيت كثير منكم رأى الذين تشرفوا إلى زيارتها زيارة قبرها الشريف مرقدها الشريف الذين توسلوا بها حتى لو كان ذلك عن بعد كثير كثير مننا رأى ما رأى من المعاجز معاجز يعني حياة حقيقية بدرجة عالية جدا من الحياة شيء لا يتمكن أن يعمله الناس عامة الناس إذا اجتمع الناس لا يتمكنون أن يعملوا مثل هذا العمل السيدة تعمل إلى الآن تعمل عندها حياة ليست الحياة العادية شيء فوق هذا المستوى أصلا لا زالت المعاجز التي تعملها السيدة سلام الله عليها معاجز بعضها ونقول معاجز هي أساسا يعني الضعيف منها عظيم يعني الصغير منها كبير معاجز معجزة يعجز الناس عن مثلها المعاجز التي تعملها معاجز لأشخاص إلى هذا الحد لا أكثر من ذلك معاجز لأمم وأنا بأم عيني رأيت لا أنقل عن غيري أنا رأيت من المعاجز الشخصية كثيرة أنا رأيت منها معجزة لأم أنقذت أمة ما أنقذت فقط شخصا واحد اللهم أسأل على محمد في قضية لست بصدد نقلها لعلي في وقت نقلتها لعله معجزة واضحة واضحة لأمة أنقذتهم من بلاء أنقذتهم من الهلاك معاجز لأشخاص فقط لا معاجز لأمم هذه القوة العجيبة هذه الحياة من هو حي مثل هذه الحياة العظماء لا يتمكنون أن يصنعوا معاجز هي صنعت معاجز وتصنع معاجز لأشخاص ولأمم هذا مداها لا أكبر من هذا في زيارتها نقرأ هذه الزيارة التي وردت عن أخيها الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه نقرأ في زيارتها يا فاطمة تشفعي لي في الجنة المعاجز الدنيوية لأشخاص سهل عليها هذا الشيء الذي كل البشر يعجز عنه المعاجز التي تعملها لأمم سهل لها لا لها مكانة شفاعة في الجنة أبدا ما ماتت السيدة سلام الله عليها ولن تموت قلت لكم حديثي ليس عن السيدة سلام الله عليها حديثي عن أنفسنا هناك مشكلة تحصل للناس وهذه المشكلة تركيزها ليس على الشباب تركيزها على الكبار كلما يتقدم الإنسان في العمر احتمال حدوث هذه المشكلة فيه يكون أعلى وإذا أصيب المشكلة تكون فيه أشد تبدأ من بدايات الأربعينيات من عمر الإنسان تشتد في الخمسينيات كلما كبر الإنسان هذه المشكلة تزداد عنده مشكلة الإحباط هذه المشكلة قد تصيب بعض الشباب ولكن الشباب اندفاعهم قوي إما الإصابة تكون ضعيفة وإما تكون محدودة حتى لو كانت شديدة يعني من جهة الإحباط الإنسان عندما يكبر في العمر لا هذا الإحباط إذا أصابه يصيبه بشكل شديد وأحيانا شامل ولذا ترى الكثير إن شاء الله ليس الكثير ولكن هذا يبدو واقع خصوصا بالنسبة إلى غير المؤمنين الكثير من كبار السن لا يعمل أي عمل خلص محبط لا يرى لعمله تأثيرا لا تمكن أن أثنع شيئا هذا الحال حالة جدا خطرة وهذا كذب من أكاذيب الشيطان يكذب عليك أنك لا تتمكن أن تعمل قواي تحللت قواي ليست مثل قوة الشباب حتى لو كنت كذلك أنت ما دمت حيا ما دمت تتنفس حيا في الدنيا قصدي تتمكن أن تبقى حيا بعد موتك بعملك الله عز وجل جعل هذه القوة لك إلى اللحظة الأخيرة ولذا ترى العظماء الذين يدركون هذه المعادلة يعملون إلى اللحظة الأخيرة حقا إلى اللحظة الأخيرة يعني إلى أن يسقط ميتا يعمل تتمكن أن تؤثر كلامك ممكن أن يكون مؤثرا لا تتمكن أن تؤثر بدون كلام تتمكن أن تكون أسوة أنت أسوة لمن حولك لأولادك لأحفادك لأصدقائك لمن يراك بعملك تتمكن أن تكون مؤثرا قواية تحللت فلتكن بقاءك حيا بعد موتك جزء منه رهين هذه اللحظات في شبابك أو لو تجاوز عمرك الخمسين سنة والستين سنة والسبعين سنة والمائد سنة تتمكن أن تؤثر بل لعلك تتمكن أن تؤثر أثرا لا يتمكن أن يؤثره شاب عادي الإحباط حالة خطرة وكذب أساسا كذب من أكاذب الشيطان أحد الفقهاء الكبار المشاهير من الفقهاء قبل عشرات السنوات ينقل عنه لعله في زمنه كان المرجع الأعلى أو من أكابر المراجع كبر في السن تجاوز عمره الثمانين طبعا ضعفت قواه ذهنه ضعف الإنسان عندما يكبر جمع ثلاثة أو أكثر من خيارة تلاميذه تلاميذه فقهاء من الدرجة الأولى تلاميذه قال لهم أنا ضعفت قدراتي الجسمانية لا تسمح لي أن أمارس أعمالي السابق فعندي ثلاث ثلاثة مهام لا أتمكن أن أمارسها وأريد منكم أن تتحملوا هذه المهام أولاً أولاً مهام المرجعية أنا أدير مرجعية كبيرة لا أتمكن ضعفت ثانياً مهام صلاة الجماعة صلاة الجماعة بتوابعها صلاة الجماعة الصلاة صلاة النسان يصليها فرادة أو جماعة ولكن بعض الناس يصلي صلاة الجماعة وصلاة الجماعة ترهقه للصلاة مقدمات الصلاة وما بعد الصلاة قبل الصلاة لقاء الناس ظروف الناس التي تنقل له قبل الصلاة بعد الصلاة مهام صلاة الجماعة يبدو كان يؤدي صلاة جماعة كبيرة متعبة مقدماتها وما بعدها طبعا ليست الصلاة ثالثا مهام التدريس كان يدرس دروسا بمستوى راقي يحضر في دروسه لا أقول الفقهاء كبار الفقهاء كبار مراجع عصره شخصية علمية كبيرة كانت لا أتمكن أن أربي الفقهاء أرقي المراجع فأنا اقتراحي لكم هو يقول هكذا ينقل أن المهمة الأولى مهمة أو المهام المرتبطة بالمرجعية أنت فلان تحملها هذا رأيي أنت أقدر على تحمل المهام المرجعية مهام صلاة الجماعة أنت فلان أنسب للقيام بهذه المهام مهام التدريس أنت فلان ثلاثتهم من تلاميذه طبعا من خير التلاميذه أنت فلان أعلم أقدر على تربية الفقهاء ترقية الفقهاء علمياً تصوري أنكم هكذا تحملوا المسؤوليات وإن كان لكم تصور آخر فالأمر لكم ولكني لا أتمكن أنتم تحملوه فهم قبلوا كلامه بالفعل ذاك الذي اختاره لإدارة مهام المرجعية تصدى لذلك ذاك الذي اختاره لمهام صلاة الجماعة ذاك الذي اختاره لمهام التدريس التدريس ثم قال لهم خب خلاص المهام الأساسية التي كانت تهمني تحملها هؤلاء خلاص فترة راحتك لا قال أنا الآن أبدأ بتدريس بعض الدروس التي لا تحتاج إلى ذلك الضغط الفكري الذي لا تحمله أبدأ بتدريس بعض المراحل دون هذه المرحلة الكبيرة وبالفعل كما ينقل استمر في تدريس مراحل أخرى علمية دينية للناس إلى وفاته لأني تجاوزت الثمانين وتعبد فإذن خلاص راحة لا هذا مفهوم غير صحيح لا أتمكن من ذلك أعمل شيئا آخر ولعل تأثيره في هذا المجال لم يكن أقل من تأثيره في المجالات السابقة ولعل تأثير ولعل ثواب هذا العمل والله العالم لم يكن أقل من ثواب تلك الأعمال عند الله عز وجل حتى في مجال التعلم هذا الشيء نحن بوضوح لاحظنا الذي يعيش بين الفقهاء يلاحظ ذلك بوضوح في الحوزات العلمية يلاحظ ذلك بوضوح بوضوح جدا العلماء إلى اللحظات الأخيرة إلى الساعات الأخيرة هو فقيه كبير بمستوى راقي جدا ولكنه يبحث عن العلم العلم له قيمة حديث أو حديثين شريفين أقرأهما لكم وأختم كلامي بسند صحيح عن جابر المفروض جابر الجعفي الشخصية الراقية الكبيرة عن الإمام أبي جعفر الباقر صلى الله عليه وسلامه عليهما قال سارعوا في طلب العلم سارع الآن لك فرصة أن تتعلم شيئا الآن تعلم لا تؤجل أصلا سارعوا في طلب العلم فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق صلوات الله على الصادقين خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة أنت في كبر سنك حصلت لك فرصة أن تكسب أموالا تقول أنا كبرت ما عندي طاقة لا فرصة سهلة فورا تأخذ لا تقول أنا كبرت لا تقول جسمي تعبان الإمام صلوات الله عليه يقول لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة وذلك أن الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لماذا الإمام استشهد بهذه الآية المباركة كيف تأخذ ما لا تعرفه يلزم أن تعلم أولا حتى تتمكن أن تتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله فالعلم مقدمة ما آتاكم الرسول فخذوه كيف تأخذ بدون التعلم تتمكن أن تأخذ له يلزم أن تتعلم وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ صلى الله عليه وآله الإمام يقول الإمام الباقر صلى الله عليه يقول إن هنا كما يعبر عنها النحات مخففة من المثقلة يعني وإنه وإن كان علي يعني وإنه كان علي صلى الله عليه ليأمروا بقراءة المصحف قراءة المصحف ما ارتباطها بالتعلم يعني قراءة تعلم لا قراءة عادية رواية شريفة أخرى أن قلوها لكم عن المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه هذه الرواية الشريفة نقلة جزءا منها الكليني في الكافي جزء آخر منها في تحف العقول قال عليه الصلاة والسلام في خطبة يبدو أيها الناس اعلموا أن كمال الدين شيئا طلب العلم والعمل به ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال كيف يا أمير المؤمنين إن المال يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم أما العلم كيف والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه بطلبه الشيء المضمون أنت تذهب وراءه وتحاول وتتعب وهذا الشيء الذي حسب تعبير المولى مخزون عند أهله قد أمرتم بطلبه وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبه أنا لا أقول طلب الرزق الحلال ليس محبوبا محبوب ولكن اعرف ذاك مضمون اسعى سعيك وانظر الله عز وجل ماذا يرزقك سعي مجرد سعي اطء العلم ليس هكذا العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء يلذم أن تطلب العلم طلبا حثيثا وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن كثرة المال هذا الطبيعة الواضعة ان شاء الله المؤمنون لا يقعون في هذه المشكلة ولكن هذه طبيعة المال إلا أن تتمكن أن تغير هذا الشيء بتصرفاتك الحسنة ممكن واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين مقساة للقلوب يفسد الدين يقسي القلب هذه طبيعة المال المؤمن يتعامل بشكل آخر لا يتبدل المال إلى ذلك ممكن لكن هذا على نحو القضية الطبيعية الفيروس الفلاني يضر أنت تتعامل مع هذا الفيروس بطريقة لا يضر ممكن طبيعة الفيروس يضر المال هكذا واعلموا أن كثرة المال الإمام عليه الصلاة والسلام قال كثرة المال مقدار من المال بما يقيم حياتك لا ذاك شيء ثاني طبعا المال الحلال كثرة المال مشكلته هذه مشكلتها هذه واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين مقساة للقلوب وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة أو مصلحة للدين وسبب إلى الجنة الفرق الأخير الذي ذكره المولى أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف بين المال والعلم قال عليه الصلاة والسلام والنفقات تنقص المال والعلم يزكو على إنفاقه عندك مال تنفق من مالك المال ينقص عندك علم تنفق من علمك تنشر علمك تعطي من علمك لمن يفتقد هذا العلم علمك يزكو يبارك يكثر والنفقات تنقص المال والعلم يزكو ينمو يزكو على إنفاقه مبارك لكم الذكرى السعيدة لمولد السيدة الجليلة العظيمة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى إن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة وإن يرزقنا زيارتها في الدنيا في آخر زيارتها هذه الزيارة طبعا كمعلومة أظن هذه المعلومة ذكرتها سابقا لكم من بين أولاد المعصومين عليهم الصلاة والسلام العظماء منهم باستثناء شهداء كربلاء ليست لنا زيارة واردة عن معصوم لأي واحد من أولاد المعصومين من الأبناء والبنات طبعا باستثناء شهداء كربلاء العباس له زيارة عليهم الأكبر له زيارة أولاد المعصومين الذين استشهدوا بين يدي سيد الشهداء لهم زيارة غير شهداء كربلاء العظماء من أولاد المعصومين من الأبناء والبنات ليست بأيدينا زيارة لهم واردة عن معصوم إلا السيدة المعصومة سلام الله عليها طبعا ربما كانت الآن ليست بأيدينا لأي واحد منهم ولأي واحد منهم ولذا يحبذ أن الإنسان في زيارة مشاهد العظماء من أولاد المعصومين عليهم الصلاة والسلام كسيدة زينب كسيدة رقية كسيد محمد ابن الإمام الهادي الأجلاء الكبار من أولاد المعصومين أن يزور الإنسان ذلك الشخص العظيم بالزيارة التي وردت للسيدة المعصومة بتغيير الضمائر مثلا إذا زرت السيدة زينب بدل أن تقول يا فاطمة شفعيدي في الجنة تقول يا زينب شفعيدي في الجنة بدل أن تقول السلام عليك يا بنت الحسن والحسين كما في زيارة السيدة المعصومة تقول السلام عليك يا أخت الحسن والحسين بدل أن تقول السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر تقول السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين مثلا تغير الضمائر نفس الزيارة الإنسان يقرأوها بعض الضمائر قليلة خمسة ستة موارد في الزيارة الضمائر الإنسان يغيرها ويقرأ هذه الزيارة في زياراتهم في أواخر هذه الزيارة نقرأ هذا الدعاء دعاء جدا لطيف وقصير جدا هي زيارة زيارة مختصرة جميلة جدا يا فاطمة تشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه أنا أعيش في ولاية أمير المؤمنين إلهي لا تسلبني هذا الشيء فلا تسلب مني ما أنا فيه اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تسلب منا ما نحن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا أرزقنا زيارتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اشتركوا في القناة